تحياتي و اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب فايف اللي بتيجيكم مني انا محمد عواد كل يوم ثلاثاء قبل ما ندخل بحلقة اليوم بدي اذكركم انه برنامج توب فايف مش برنامج حقائق فبالتالي ما حدش يقول لي انت غلطت و انت نسيت و انت هذا الكلام هو برنامج ديمقراطي بحث من الطرفين انا بقول خمس اشياء بالنسبة الي وبستنى منكم بالتعليقات تقولوا بالنسبة اليكم شو هي الخمس اشياء حسب الموضوع حلقة اليوم عن اغرب خمس اسستات في كرة القدم انا دائما ما اتكلم عن الغرابة بتخطر في بالي طبعا الغرابة هم ما بنتكلم عن الجمال يعني ما حنحط كعب جوتي الجميل لبنزيما امام دو بورتيبو ما بنتكلم بس عن الجمالي ما بنتكلم عن شي ربما في صدمة في اظهار الاسباب حشرحها كأس امم اوروبا 1980 شاهد كثير من الاحداث الجميلة نعرف هدف ماركو فان باستن الرهيب في نهاية الاتحاد السوفيتي ولي فازوا فيه 2-0 طبعا في تلك البطول الاتحاد السوفيتي تلقى هدف رائع اخر لكن في الدور الاول قبل ما يتأهل على الدور الثاني الهدف كان عبارة عن رمية تماس غريبة طارت في السماء نزلت لقيها لاعب اسمه روني ويلان بطريقة رائعة جدا ليكون من اغرب الاسستات اللي دايما يعني احنا لما بلشت انا اكبر واشوف كرة قدم كانت هاي المباريات على فيديوهات على اشرة فيديو يعني اشي كان اسمه اشرة فيديو للجيل الصغير اللي بعرفهاش فكنا دائما نعيد المباريات يعني الـ 95-96 نعيد مباريات الثماني وثمانين قبل اليوتيوب وفي موسم 2004-2005 جاء الاسست اللي كان دايما في بالي ايضا ميلان يوفنتوس بتنفسه على اللقب للامتار الاخيرة ديل بيرو وتريزيغي فقط امام 6 لعبين من ميلان تقريبا مسألة صعبة جدا لانه سوبر مدافعين في ميلان كرة ترتد تل بيرو بقرر يلعبها مقص الغرابة عندي مش بس انه الهدف جاء بعد اسست في مقص هو اسست مقص جميل المهاجم اللي هو تريزيغي كان كأنه متوقع يصير هيك شوفوه كيف يتحرك لما تشوفوا القول واضافة لذلك بنتكلم عن مباراة قسمة حاسمة للدوري بيجي فيها الصناعة هيك اكيد هذي صناعة غريبة والكل طبعا شاهد ريمونتادة ليبربول وانا لازم اختار هذا الاسست تاع ارنولد ضمن اغرب الاسستات لانه عيب يصير في فريق مثل برشلونة هيك اسست لانه جدا غريب في هيك لقاء يغفل فريق كامل كامل لما فيهم حارسه ولعيدته ومدربه عن كرة بسيطة زي هاي والاغرب من ذلك انه نتيجي الكرة ده اتمر من كل اللعبين ولا واحد اصلا خاطر بباله انه يتحرك لعلمة لقاء الهدف اكيد اسست ليبربول من ارنولد كان تاريخي وكان غريب جدا من الغرار اما الاسست الرابع اللي بدي اتكلم عنه اليوم فهو ردي يقوم ماردونا لما اقول الاسست لماردونا هذا الطبيعي يعني ماردونا تشوفوا باليوتيوب اجمل اسستاته عبر التاريخ هذا الرجل مجنون يعني بممكن كل اسست في اذلال الخصم اكثر من اللي قبله شئ السحر شئ جنون ماردونا في هذا المجال بس في اسست غريب جدا كان في نائك اسر اتحاد اوروبي عام تسعة وتمانين نجم شتوتقرد اللي كان يواجه نابولي في ذلك النهائي كان كلينزمن النهائي كان عبارة عن ذهاب وعن اياب الذهاب انتهى لنابولي اتنين وحد في الاياب كان في امر كبير انه شتوتقرد يرجع بالنتيجة وفعليا نتقدم لكن نابولي قدر يتعادل واحد واحد واثناء ذلك التعادل جاءت ركلة ركنية نفذها ماردونا والغريب جدا انه نعرف انه الاسس بعد ذلك من ماردونا جاء براسه بشكل غريب 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 من لاعب بطول ديالجو ماردونا هدولا اربع غريبات وانا ايام برشلونة ما كان فيه معا رونالدينيو كن دائما اتمنى برشلونة يحسم المباراة بدري كنا دائما انا واصحابي ندعي ربنا برشلونة يخلص المباراة بنص ساعة ليش عشار رونالدينو بلش يتسلى بعد ذلك بطل يلعب كرة قدم بقلبها سحة بقلبها جنون بقلبها شي مش طبيعي ومن احدى هاد الاشياء المش طبيعي اللي عملها اسست لا ينسى الامام اوساس هنا ووضع فيه جولي بتمريره بظهره فقط رونالدينيو لاعب بالنسبة له كرة القدم عمرها ما كانت مباراة كانت دائما مسرح رونالدينيو كان وجهه من وجوه كرة القدم الجميلة وبالتأكيد بالنسبة له هو اغرب اسست انا شفته شوفوه معنا نوصل هنا لنهاية هاي الحلقة وبذكركم زي دائما انه هذا البرنامج ديمقراطي بتقولوا في رأيكم مش برأيي في رأيكم انتو فحكونا الان شو اغرب خمس اسستات شفتوها انتو بالنسبة لكم في كرة القدم وتذكروا وتشتركوا بقناة سيرفيسبورد على اليوتيوب وانه جميع حساباتي في شبكات التواصل موجودة في الوصف على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله